علينا أن نعلم أيها الأحبة الكرام اللي في نصحيح يحمد ربي وشكرو الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرغى إلا المرضى ليعطي الله الصحة والعافية يحمد الله مليون ألف مرة في النهار ويقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر على ما أعطيتني لأن من اللي كتشفوا هذا المرضى كنعرفوا مقدار نعمة الله علينا للأسف كالقوا بعض الناس من اللي صححوا ودلوا البدر عاد والله وكي حجروا الآخرين وش حاملوا واحدة ما معجب بصحته وش حاملوا واحدة ما صحح وغدك يفكر غدي عدبدو كل اللي ضعف منه وش حاملوا واحدة ما كيخطط أشه غدي يدير غدي يقهرهم وغدي يدلهم يقدر بيسلم منه الصحة هوا ولته ومريض في أي لحظة كم من واحدة عطاها الله الصحة والعافية عمد أن يشكر ويحمد عاد هوك يضلم وكيعتدي وكي يخلص الكبرياء دياله فهذه فرصة للتأمل اللي يعطى الله نعمة الصحة يحمد ربي ويشكره ويقول لحمدك يا رب ولا داعي لكي يشتكي ولا لكي يتضجر ولا لكي يتدمر الله يجعل بركة غير الصحيحة الله ما لك الحمد ولك الشكر هناك علاج من نوع آخر يستعمله الكثير من الأهل الخير وأهل الإيمان أربك يجب فيه تسير وهو أن الإنسان مش دائما إذا أصيب بمرض يلتج مباشر الأطباء ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن سياق الآية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى مولاه ويقول يا ربي إن قومي هؤلاء القوم اتخذوا القرآن مهجورا هجروا القرآن الكريم العلماء وقفوا عند كلمة الهجر ما معنى هجر القرآن الكريم قالوا من لم يقرأ القرآن فقد هجره لم يقرأ كتاب الله تعالى على الأقل يقرأ في شهر يختم في شهر من لا يقرأه فقد هجره ومن قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره لكي قرأ القرآن الكريم ولكن لا يبدو الوحد المجهود في فهم معانيه ما هي الرسالة التي ربنا أرد أن يبلغها إلينا من خلال قرآنه العظيم لا بد أن يفهم من قرأ القرآن ولم يفهم معانيه فقد هجره ومن قرأ القرآن وفهم معانيه ولم يعمل بأحكامه فقد هجره كاللي قرأ القرآن وحفظه وفهم المعانيه ولكن لا يعمل بأحكامه كما أيضا هجره العلماء عندهم معاني كثير في الهجر ثم وصلوا إلى وحد المقام قالوا ومن مارض ولم يستشفي بالقرآن فقد هجره من ألوان هجر القرآن هي من لغض المرض مباشرة غدكت صباحا طبيب لا بلتي واحد شوية لا بد أنني أستشفي بكتاب الله ربنا في كتاب العزيز يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إنسان ملكي مرض كي توضعو كيستذي وحدة ركعتين وكيحمل كتاب الله بين يديه ويقول يا رب إني قد أصابني ما قد أصابني يا رب إنني ضعيف يا رب فقويني يا رب وإنني سقيم عليل تخذ بيدي وكيبقي ناجي مولا عز وجل ويتوسل إلى الله بكلامه خير ما نتوسل به إلى الله تعالى هو كلامه القرآن الكريم طريقة يستعملها بعض الصالحين وهي أنا من اللي غنمرد غن نخذو حج الإناء دير الماء وغنقر فيه ما تيسر من كلام الله لماذا الماء؟ لأن ربنا عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي الحياة الحقيقية تنبع من الماء وكان عرشه على الماء وننزل عليكم من السماء ماء طهورة لنتهركم به فالماء كل خير والجسم البشري أرى ثلاثة الأربع ديال مكونة من الماء فحينما أمرد كنخذ إناء دير الماء طاهر وأقرأ فيه ما تيسر من كلام الله لما حافظ شيء على الأقل غد يكون حافظ صورة الفاتحة لهي أم الكتاب لهي السبع المثاني اللي قل فيها النبي الكريم هي الشافية وهي العافية وهي الكافية وهي الراقية عند أسماء كثيرة جدا نقرأها بالنية وبالإخلاص نخذ إناء دير الماء قال فاتحة أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا المقطع هذا هو قلب الفاتحة أكرره ثلاث مرات أو سبع مرات إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أكرره ثلاث مرات أو سبع مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه الكيفية نقرأ سبعات المرات سبعات المرات الفاتحة لماذا سبعة؟ لأن ربنا عز وجدك رأي اسم سبعة في الفاتحة القرآن والسبع المثاني فيها سبع آيات سماها المثاني لأنها تتلى تتلى وقيل سميت كذلك لأنها نزلت مرتين مرة نزلت بمكة المكرمة في أول الإسلام ونزلت للمرة التامية بعد الهجرة في المدينة المنورة فسميت المثاني لأنها نزلت مرتين هذه الفاتحة فاخير كثية انقروا في إناء دي الماء وانشربوا منك الماء كل ليلة وانخلي الماء يمشي في الدات ديالي هدك الماء ربحان واحد الأرض قاحلة واحد الأرض اللي هي ميتة ثم جاءها المطار من السماء فإنه يغسلها ثم ينبت فيها السنابل وينبت فيها الأشجار والخيرات والخضروات وغيرها كذلك الجسم البشري يقدر يكون في الجسم ميكوب يكون واحد الالتهاب يكون واحد المرض غير بيّم وغير واضح بالميكوسكوب لأن الأمراض ليست دائماً لإلتهاب يقدر يكون سببه توكال والتوكال ما كيت تعرفش بالسكاناغ ولا باليغام ولا بالتحليل وتبقى دائماً تكتجري واحد المجالي وبعيد لكن القرآن الكريم إذا شربت ماء الآيات وسرت في العروق وانتشرت في الجسم فإن تلك الماء يتلقف المرض كيف حتى عليه يقلب عن المرض في انتهم وكيغسل الخلايا وكيغسل الهرمونات يتغدى يتغدى من ماء الرقية من كلام الله القول العلماء بأن الخلايا والقول الهرمونات تنتعش القول بأنها تزداد انتعاشاً كتكون خلية ميتة فتحية بأمر الله وانظروا إلى الأرض القاحلة ربونك يقول أنزلنا عليها من السماء ماء فاززينت ترى الأرض خامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هذه الأرض فما ظنك بالإنسان اللي فيه روح وفيه نفس وفيه حرارة وفيه أسرار إلهية هذا كلماء كيمشي في الجسم وكيغسل الجسم كله وكيتطهر وكيمشي الخلايا والهرمونات لك تميتك يحييها إلا كتمعطوبة كيعاود يعالجها وكيسوديها إلا كانت ضعيفة كيقويها وكيتعب وكيتبع ذاك المرض فين كين عندك الميكروب فين عندك الأذى وحتيه شدو هذاك الماء كيشدو فيخرج مع التبول شرب من ذاك الماء شرب 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 ومع التبول هذاك الميكروب اللي عندك الداخل غد يخرج إما لك أن ميكروب لهوية عضوي ولك أن كيماوي ولك أن دلتوكل ولك أن هو من الأرواح الخبيثة لأن هناك أمراض غير ظاهرة أطبك يبقى وجريو هو مرض غير ظاهر مرض روحي خفي باطني لا يظهر كيقدر يكون من الأرواح الخبيثة كيقدر يكون من توكل كيقدر يكون أشياء أخرى فيشفى بأمر الله فانحرصوا أن نقروا الفاتحة وانقروا متى يسترى من كلام الله تعالى كل خير آيات الكرسي الإخلاص المعودتين تكون عندنا سنة في حياتنا من لين مرض مشي دائما هزمير في طبي ونمشي عن طبيب سنة واحد شوية استعمل هالطريقة بإذن الله ترى متى يسترى من كلام الله شربه ارتح نصيحة ثانية أخي استرى العربي بأن البنية ديلك عند التهاب والأطيب باك دولة تحاليل ركينا واحد نظرية معروفة في الطب بأن كل مرض عضوي رأى أساسه نفسي يقدر كل مرض البنية ديلك عنده واحد للتيراب النفسي في حالة من الحالات وبقي ما زال مستقر مادم دلك الاتيراب نفسي كيم رأى التهاب كيم حمل واحد ديما مريض بأمراض دي المصران المرض دي المخرج ديالون المرض دي الأمعاء وكي ظنها بأن هاغ الأدوية ومشكلته أصلا عنده اضطراب نفسي عنده شي عقدة نفسية اللي هي كتخلي دائما كيتقلق وكيشعر بالخوف وكيشعر بالأوهام وماحده كيتألم نفسيا العضو معين كيتألم شما ماحده ما عنده كتفطيح ليه كيعطيه صداع في الكتف كيلي عنده الركبة كيلي عنده الكتير الكتير عنده صداع في الدماغ راسه ديما داروك يحريق في الدماغ كيلي كل واحد فين عنده كيلي قلبه كينهج والسبب هو عنده أمراض نفسية لا بد أنه يعالجها والأمراض النفسية ما كين مسهل العلاج ديالها هي صعبة وفي نصل وقت سهلة هي السهل الممتنع هي التي تبعتي عند الأطباء رخصك جلسات وخصك استشارات وخصك أدوية وخصك ما هي وما لونها ومصارف كثيرة فهي صعبة جدا وبالمقابل هي سهلة هي أن الإنسان المرض النفسي كله بكل بساطة هو أنك ترمي حملك على الله قل يا ربي إني فوت الأمر إليك صافية الشيء لكين ما أعطى الله الشيء لأعطى الله تعالى إنسان كيمرض نفسيا كي توضي سهلة ركعتين ويفره إلى ربه يا ما كنعرف أهو ناس عندهم أمرض هكذا كتقول له فر إلى الله يقول لي ما معنىها يقول لي فر إلى الله أش كيمشي دير كيمشي شي جامع بعيد ما كيعرفه في حد أوه كيمشي كيتوضى وكي جي مزاوغ كيتسمى المزاوغة جي مزاوغ فين مش عند رب العالمين شي جامع بعيد ما يعرفه في تحد ما يتكلم مع حد كي يصوري الصلاة الخمس وكي يرجع للسارية وكي يريح تموك يشد السبحة يقول يا ربي دك المرض النفسي تمكن مني وأنا سلمت نفسي إليك يا الله هذا المرض نفسي أنا سلمته أمري إلى الله يا الله بغنوص له أش كي يوقع عليه ما هي إلا لحظات وكي رقى بداك المرض النفسي وكأنه كان علاقة زوجية فوقع الانفصال وشوفي وعوفي في لحظة في نفس اليوم نتحين المرض النفسي نهائيا كيف ذلك هو أنك تسلم أمرك إلى الله وأنك تفوض أمرك إلى الله وكي تقول لنا هذا الرأي البيضاء ما بغي والو ما بغي التحجى أشعر يوقع في ملك الله وغيرتلقى بأن ربي عز وجل يشتبيك وربنا عز وجل يكلأك بعنايته ورعايته وتشافى وتعافى ركن كان عرف واحد الناس عدوا سبعين ثمانين سنة عمرهم مرضو هاد العام كنا في الديار المقدسة واحد الرجل تسعين عام تبارك لله وستعم بالله مزيد وبارك الصحة والعافية وكي يجري كي نعس ثلاث ساعات في النهار ونهار كامل هو كي يطوف وكي يسحى ونهار كامل كي يذكر الله وملي كي يسري كي يجمع الناس وكي بقى يتكلم على المواعد ودي ما باشوش وملكة كل الماكلة الناس كي تزحموا على الماكلة هو كي يساعد في الخدمة حتى تسحبوه في اللول خدم عمول نوطيل كي يتسخرى للناس ويطوية كله ويدحك معهم ويطاق قال لك خرشية طاعد كي يكلها ودي ما ضحك كي يسيد الحاج الله يجيزك بخير انا غير طالب وعمين بقيت غير نعرف هاد الطاقة اللي عندك تبارك الله ما شاء الله الله مزيد وبارك من اين هل يا ما عرفتش رو رجل عامي هيتو كان في الخدمة وغيره عطار عطار كان عنده حمار وحشكم وعزكم الله وكان كيمشي للدواور وكي يبيع وكيدحك مع الناس وخير الدنيا بسلام ولكن لقيت سر دياله كان هو كان معاشي ناس من اهل الله واحد الجماعة معروفة رهي مرخصة جماعة التبليغ والدعوة الى الله تعرف عليه ما قال لي يشوف انت عطار وانت كتضر في الدواور يسير بيع العطارية وبيع العكر الفاسي وبيع السواك وبيع القحل ولكن من اللي تمشي يجمع لك الناس والعيالات والرجال ذكرهم بالله وقلهم الاخرة وقلهم الجل شوف انت ما تكلمش في الدنيا انت تكلم فوق السماء وتحت الارض فقط باش تواحد بيش دالك شي حاجة تكلم فوق السماء وتحت الارض ويقول لي مش نمو فوق السماء تحت الارض قال لي تحت الارض تكلم على القبر ونعيمه روضة من رياد الجنة القبر وفي السماء تكلم على الجنة ونعيمها وصير هكذا وبقبس كنا الرجل دار النية وحفظ شي احادي مباركة وشي اذكر مباركة وغالي بذيك العطارية ديالو وقال لك والله يلا جاب الله الرزق جاب الله الرزق تبارك الله ذيك الحميم وذيك العطارية وذيك الشواري دار به الضار وطلع به السواري وولد به الموليدات واحتوله تبارك الله كلهم جميعين سولتك لي واش تكدزوزني مسوعة واش تكدزوزن واش تكتراقبهم قال يا عمرني ما عرفتش كيديرو ولاش كيقراو قال لي تاكن جيكا القاوم نجحو احتخذوا الجائزة الكبرى اجازة ماستر ما عمروا ما قرب لهم ما عمروا ما قل لهم واش قريتوا واش انتم متابعين طابلات واش عندكم أصدقاء السوء عمروا ويلا كيجيب القفيفة كيجيبهم والمرة هي أمية هي من أهل الله تعالى النية أحيانا أبلغ من العمل فهذا الرجل النموذج هو أنه خير الحياة ببساطة وأنه من لي كيجي حاجة كتبغي تغيروك يخليها من نقص الحاجة اللي غتغيرني نقول انت نازل عليها وغترتاح نفسيا فمعظم الأمراض العضوية اللي عدلة رأيه الأحباب والكيرام رأيه هي أمراض نفسية لوحد كيبقى يشيط في نفسه وكيبقى يحكر وكيبقى يقول طلق الدنيا طلقها طلقة ثلاث لا تسوي عند الله جناحة بعوضة وارتاحة في نفسك واربغة نبارك السلعربي السادة المستمعين الله يجزيكم بخير أخونا السلعربي كإن تمس منكم وحد دعوة لعلها تكون دعوة مستجابة من أحد الصالحين أو أحد الصالحات أحد المؤمنين أو أحد المؤمنات فاللهم يا رب العالمين نزلوا مع نيدكم وقلوا أمين اللهم يا رحمن يا رحيم هذا أخونا العربي يا ربي الله اللهم شاف ابنته للا إسراء اللهم شافها وداوها اللهم طبها في الغيب اللهم عالج من الأمراض والأسقام اللهم اجعل هذه الليلة وهذه الساعة آخر آلامها وأحزانها اللهم ارزقها القوة وارزقها المدد من عندك يا رب العالمين اللهم وشاف جميع أمراض العائلة وشاف جميع مرضى المسلمين اللهم يا ربي وحفظ الولدين وبارك فيهما ومن كانوا أموات فارحمهما رحمة واسعة اللهم عجل بالفرج لأخينا السلعربي ولأسرته اللهم أسعد قلوبهم وكلهم وليا ونصيرا قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم